اشتركوا في القناة 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 فىهنتم جداً لي Speedman إعاني لك الغد عن الجن ن finish ولكن معنا هذا هو الح فل جائع ياralبي من مرغان فى أت operations إعتني بصبت نفسك ولكنها سنا هناك يساعد ليساعد وهي يساعد وهي ويقول ما يقولون بأن سيدرهاري الرياضة على الخريطة وظهر على المغاربة التاريخ ويقول بأن سيدرهاري أنه بل فعل رمز للكيكبكسي ويقول أنه يؤمن 100% أنه يمكن أن يقضم المسيطة يمكن انهثارنا كثيرة لكي ويقولونه ويبدون أنه يمكنه لكي منه يمكنه وعندما سأل الصحفي أو مقدم البرنامج جمال بن صديق هل لا زيلت تريد منافسات بدر هاري؟ فرد عليه جمال بن صديق الرياضة تبقى رياضة ومنظمت غلوري إذا قررت ذلك فأترك القرار لغلوري وفي الحقيقة أنا لا أريد أن أنافس بدر وليس هذا ضروري بالنسبة إلي فقال له الصحفي ولكنك طلبت ذلك في السابق فأجاب بن صديق نعم لقد كان ذلك تقريبا قبل ثلاث سنوات والإنسان عندما يكبر ينضج أكثر ويبدأ في التفكير بشكل صحيح وبدر ليس هدف بالنسبة إلي وأترك القرار لمنظمات غلوري إذا أرادوا أن أكون هناك ضد أي خصن سأقبل بذلك يعني جمال بن صديق لا يهمهم مواجهة بدر ولكن إذا قررت منظمات غلوري أن يكون نزال بينهما سيفعل لمالا ولكنه قال أن كل شيء تغير ففي السابق قال ذلك ولكنه اليوم ليس هدف بالنسبة إليه ويعترف أن بدر هاري بالنسبة للكيك بوكسينج أسطورة ثم يقول له الصحفي أنه عندما تحدى بدر هاري سابقا بدر رفض مواجهة جمال وقال أنه لا يفكر في منافسة مغربي فقال له جمال بالفعل هذا ما أفكر فيه ويقول جمال كنت صغير وقلت أشياء عن غير قصد واليوم ندمت على ما قلته سابقا إذن كان هذا التصريح المتير الذي أسعد جميع المغاربة وكل من شاهد الفيديو بصراحة فحقا نريدكم هكذا نريد جميع أبطالنا المغاربة أن يتضامنوا ولا يفكر في منافسة بعض أو هزيمة بعض المهم يفكر كيف يتضامنوا ولقد تكلمت سابقا عن ريكو فيروفن كيف يتعامل مع بنجامين أديك بوي ورغم أنه نافسه في السابق ومن المحتمل أن ينافسه مستقبلا إلا أنه يتدرب معه في نفس النادي ويتضامنوا مع بعض لذلك كنا دائما نتساءل لماذا لا يتدرب جمال من صدق مع عبد رهاري ويكون يد واحدة ويتعاون على منافسة غير المغاربة إذن فكان هذا هو موضوع الفيديو أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إذن أيها الأعزاء كان هذا فيما يخص الفيديو أشكركم على حسن المتابعة ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة